دمنا محاضراتكم يومنا النهاردة ونبتدي أخبارنا وقول أخبارنا النهاردة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل مبارح اجتماع تابع فيه أعمال اللجنة الوزرية العليا للأعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كاب 27 واللي حتكون في شهر نوفمبر اللي جاي في مدينة شرم الشيخ ووجه سيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى وأيضا يتم تنظيم هذا الحدث العالمي على نحو بيعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والفترول والثروة المعدنية والسياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الطيران المدني ومحافظ جنوب سيناء المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى ومواصلة الجهات المعنية المختلفة بتعزيز جهودها لاستضافة وإخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية سواء على مستوى التنظيم والاستضافة أو على مستوى الشق الفني والموضوعي أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهايدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة وقد عرضت اللجنة الوزارية أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة ونتائج المرجوة منها وكذا التنصيق الجاري في هذا الإطار مع رئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية والمتمثلة في الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة خاصة ما يتعلق بالتكيف وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة كما تم عرض مستجدات التنصيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجستية والتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين لا سيما من حيث التنقل والإقامة والاتصالات والخدمات الصحية فضلا عن استغلال المؤتمر للترويج السياحي والاقتصادي لمصر بالإضافة إلى استعراض الشق الفني الخاص بالتعامل مع الشركاء الدوليين وحجد التمويل إلى جانب الشق المالي والتصور المبدئي للموازنة وجهود إعداد وتدريب الكوادر البشرية لإدارة المؤتمر فضلا عن الاستعداد الجاري بمدينة شرم الشيخ لا سيما في الجوانب الأمنية من خلال شبكة الطوارئ الموحدة كذا جهود رفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة وتحديد الهوية البصرية الموحدة لها لتكون شرم الشيخ مرآة لمصر أمام العالم طبعا مدينة شرم الشيخ تملك كل الإمكانات لتنظيم حدث كبير زي قمة الموناق والحيان الدولة المصرية بتبدل قصارى جهدها لتتولى قطيرة التنمية في شرق الأوسط وأفريقيا ومسألة الوعي بالتغير الموناقي وما يحدث من تداعيات إثر هذا التغير الموناقي مسألة غاية في الأهمية يمكن اهتمام مصر بالملف ده تحديدا يا هدير نابع من أن مصر من أولى الدول اللي وقعت على المؤهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة أيضا ومصر بتبدل قصارى جهدها علشان خاطر تخرج المؤتمر ده مش بس بشكل لائق يمثل الدولة المصرية لكن بشكل قابل للتنفيذ في توصياته وملزم للجميع وهنا لما احنا بنتكلم على فكرة قابل للتنفيذ ده علشان خاطر أكيد التحول للاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية ده أمر مش بالهين ومش بالسهل اللي انت تتغيري نشاط أو المادة اللي بتعتمد عليها المصانع أو كبرى المصانع من مثلا بدل النفط أو البترول أو الفحم ليه غاز طبيعي أو احنا النهاردة بنتكلم على الهيدورجين الأخضر فدي حاجة ليه هلتزام كبير ففكرة قابل للتنفيذ بيقول أن فيه توصيات هتخرج بس التوصيات لازم تكون بإمكان الدول تطبقها صحيح عمل استباقي لتغيير الفكرة عمتاً لما سألت تغير المناخ هو الوعي بأهمية تغير المناخ صحيح طيب من الأخبار التانية المهمة اللي معانا بيقول خبر بيقول أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري نفذت عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فبراير اللي فات منها تنفيذ مشروع إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الشرقية بمشاركة كل أجهزتها التنفيذية وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات ده غير أنه تم عمل زيارات لطلبة الجامعات والمدارس العسكرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة ومجلس الوزراء الإمبارح أنه الحكومة بتقدم كل ما يلزم من مساعدات ودعم لسأحين الأوكران اللي انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر وأنه تم مد فترة إقامة السأحين الأوكران في نفس الفنادق المقيمين فيها والحكومة هي اللي تتحمل تكلفة الإقامة وكمان تم التوافق على تيسير رحلات تهران لنقل السأحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية أيضا تكلفة رحلات الجوية يمكن من أهم الإنجازات اللي بتحسب للحكومة تحديدا هو فكرة منظومة الشكاوى الموحدة الإلكترونية إنبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض تقرير بخصوص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وبالإضافة لعرض الجهود اللي قامت بيها في رصد شكاوى المواطنين وتم التأكيد على أنه تم رصد 84 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير اللي فات وأنه كان فيه استجابة من الوزرات والمحافظات والجهات الحكومية لحل هذه الشكاوى الخاصة بالمواطنين أيضا بعض المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا نشرت أخبار عن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة في العالم وده طبعا بيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدوره تواصل مع البنك المركزي المصري واللي قال إنه الكلام ده غير صحيح بالمرة وإنه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتوازن بين مسألة الفايدة وبين الحفاظ على معدلات التدخم منخفضة ومستقر وكمان الاقتصاد المصري أثبت قوته وصلبته في تحمل الصدمات وده شفناه في التعامل مع أزمة كورونا واستطاع الاقتصاد المصري أنه يحقق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% نروح لمهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس اختارت مصر إدارة المهرجان كضيف شرف ووجهت الدعوة للفرق المصرية للمشاركة في الفعاليات علشان كده الدكتورة إنسة عبدالدايم وزيرة الثقافة رشحت أربع عروض مصرحية للصفر لتونس وهي الليلة الكبيرة ومحطة مصر لفرقة مصرح القاهرة للعرائس وخيالات سبع لفرقة مارونات للعرائس ولازم تصلح غلطتك لفرقة الكوشة للعرائس وقالت توزيرة الثقافة إن اختيار مصر ضيف شرف لمهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس بيعكس الرياضة الحضارية والقوى الناعمة للدولة المصرية ومبارح وزارة الداخلية نشرت فيديو بيوضح الجهود اللي قامت بيها أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال شهر والقضايا اللي تم دبطها تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي عدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 29.023 قضية تمونية متنوعة إضافة إلى ضبط 5.324 قضية في مجال منع تداول الأرجيل بمضبطات 28.458 أرجيل وغلق 21.889 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد 241.568 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 42.372 قضية تمونية متنوعة من بينها 761 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 36.983 استوانات متجاز وضبط 161 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 1.980.807 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 393 قضية بيع السلع التامولية مدعمة بالسوق السوداء بمضبطات بلغت 154.155 طن وضبط 37 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبطات بلغت 63 طن و 260 كيلو وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وصارة الداخلية خلال شهر 811.961 مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 15.900 من قائد مركبات تبين إيجابية عدد 757 سائق منهم كما تم المرور على 941 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2040 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية كافة الحالات كما تم فحص 927 مركبة تبين مخالفة 35 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 2539 سيارة و233 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 79.585 مخالفة عدم ارتضاء غطاء الرأس وفي مجال قضايا الطيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363.430 قضية في مجال سرقة الطيار الكهربائية ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 298.455.480 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1004 قضية من بينها 539 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 8092 وحدة فنية كما تم ضبط 465 قضية في مجال جرائم المضبوعات بمضبوطات بلغت 96.610 مضبوعة تعليمية وأدبية دون الحصول على تفويد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 128 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 597.469.713 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9347 قضية في مجال التهرب الضريبية بقيمة مالية بلغت أكثر من 15 مليار و 500 مليون و 564 ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 39.494.149 جنيها مجهود كبير يبذل من وزارة الداخلية بكل أجهزتها في الحقيقة لتحقيق الأمن في كل ربوع مصر كي تصبح واحة للأمن والأمان ترجمة نانسي قنقر